حلف شمال الأطلسي يدعو بيلاروسيا إلى الامتثال للقانون الدولي الدعوة ترافقت مع قلق الحلف جراء استخدام الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشنكو ملف المهاجرين كورقة ضغط الحلف وصف تعامل بيلاروسيا مع المهاجرين بغير المقبول ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي بتسهيل دخول أفواج من المهاجرين واللاجئين معظمهم من الشرق الأوسط إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب حملة قمع من قبل منسك ضد المعارضة وبعد تزايد أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ قامت بولندا بنشر آلاف الجنود على الحدود وأقامت سياجاً من الأسلاك الشائكة وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية وبينما تقوم دول الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المهاجرين إلى أراضيها عبر بيلاروسيا تفيد التقارير بأن الكثير من هؤلاء تقطعت بهم السبل بإحدى الغابات بين بيلاروسيا وبولندا حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مدون الصفر مما تسبب بموت عدد منهم لتبقى مواجهة الموت أحد احتمالات رحلة المهاجرين مقابل الحصول على حياة أفضل